لا يزال مصير المئات من مغيبين ناحية الصغلاوية في محافظة الأنبار مجهولا أم شاكر أم مكسورة الخاطر لم تر أولادها الذين غيبتهم القوات الحكومية وميليشيا الحشد منذ عام 2016 وحتى اليوم أكبر أمانها أن تسمع مجددا من أفواه أولادها تهاني لاحتفال بعيد الأم أمانها أنتهاكات ميليشيا الحشد لا تزال محفورة منذ ذاك التاريخ في ذاكرة أم شاكر المتعبة هذه الأم التي جفت دموعها وجعا وحسرة لن تداويها سوى رؤية أولادها المغيبين من جديد أو سماعي أي خبر عنهم يداوي بعضا من جراحها الكبيرة أخذهم الحشد قلت له منتو شنو ما جي شنو قال لا والله حد جي أحلى الحشد وركبانا بسيارات كلها الزبل شالمهاشنا شالم قلمنا كلها خذوها ورا حطانا ورا الهاش حطانا احنا يا مالهم حطلطين مال ندروا مال ما وان قالهم قعدوا هسا يجوكم مولدكم رحلة الحياة أمو كل شي لا جانا لا كبير ولا زغير عائلات المغيبين لا تزالوا تنتظروا بفارغ الصبر عودة أبنائها الذين كانوا سندا كبيرا يخفف عنهم قسوات الحياة أحياء أريدهم أموات أريدهم أنا زوجهم فقد وابن حماية وولد خالتهم يعني من عائلة أربع نفرات راحوا وهم سبعمائة وخمسين زلم أخذوهم ولحد الآن ما نعرف مصيرهم نروح للحاسبات ماكو ندوير ماكو كل وحدة رقبة السجال والسبعة والعوائل تريد وين ننطوجوهنا من يروح عامودي البيت البيت ينهجم وين ننطوجوهنا وين الناشد الطيبين الخيرين أن يشوفون مصير وردنا أم شاكر وأفراد عائلتها المكلومة جل ما يطلبونه اليوم هو الكشف عن مصير أبنائهم فهو السبيل الوحيد لراحتهم التي يبددها الحزن وغياب أي أجوبة عن أسئلة أمهات وزوجات وأبناء مغيبين ناحية الصغلوية ترجمة نانسي قنقر